إقاف رئيس الكاف أحمد أحمد لمدة خمس سنوات معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين أستاذ حسن مساء الخير خير يا خاند أستاذ طب قولي بقى سيد أحمد أحمد رئيس الكاف ووقفه خمس سنوات ماذا يعني هذا القرار؟ يعني هذا القرار استبعاده من الانتخابات اللي كانت مقررة في مارس بالراجل الكاف مرة أخرى يعني أنه انتصر في النهاية كل الناس اللي نادس من أحمد أحمد راجل اللي عنده أمور كثيرة خاصة بالفساد وطبعا ده كان واضح جدا واتكلمنا فيه في أوقات كتيرة وقلنا ده الراجل أول ما جاه يعني عيسى حياته ده هو ملك الفساد اللي عاش من الثامرينيات في التعادل الأفريقي كان بياخد كان عامل راجل تضعيش بالتحاد ثلاثين ألف دولار هو أول ما جاهد نفسه يعني عامل لنفسه راجل كبير راح يروح لأي مناسبة مثلا تبع الكافة أو الفيبة ويعمل نفسه مهمات عمل مرتين ثلاثة وهو قاعد في مصر ياخد ثلاثة مهمة عمل يكون بيتسسح في دولة بياخد ثلاثة أشياء كثيرة أولا بقاله كم سنة أستاذ حسن هو المفروض الدورة دي الدورة الوحيدة لي الأولى بالنسبة له ما كانش يحلم بيها يعني دي رابع سنة لي طيب وفي الأربع سنين دول يعني هم كانوا مستنيين لغاية ما نخش انتخابات قادمة يعني ما هو سيديهم للأربع سنين دول يعني بيعمل كل ده هو انتخب وكان موجود بشكل طبيعي وعادي ولكن القصة مش تاربع سنين قصة ليه إما أنت جبت لجنة من اتحاد الدول يتبتش في رئاس الفاطمة سامورة أما جات قاعدة ستة شهور ومسكت كل الأوراق ومعروف أن الراجل ستة فاسد من أكتر من سنة هي حضرينك ستة الفترة تكون لها لحد دلوقتي أنت تطلع على خراف هذا التوقيت لأن الفساد لا ينتهي في كرة القدم يعني انفانسينو اللي هو بيتير انتحاد الدول لكرة القدم يؤكد أن بلاطة الخلصة منه جاء راجل أقوى منه في الفتات هو انفانسينو خلح مدحمة دليل فترة عشان هم كانوا عايتين يعملوا بيزنس بقصة مباريات أو التصبيات بتاع الكاث العالم اللي هي إزاعة المباريات انت حضرينك احنا كمصر مثلا قلنا المرة لفتت في التصبيات اللي كان فيها محمد صلاح جاء بتكون وتأهلنا الكاث العالم لو حضرينك تتذكري مبرزناش نبيع المباريات بتاعتها في التصبيات وإحنا سوئناهم بتاعت شخصي ومصر بعيد من الناس المرة دي مثلا أحمد أحمد وإسباطنا سامورا جاتوا ومبانتينو ولعبوا بالراجل عشان يخلوه مسكين على الوراء عشان يشتروا المباريات بتاعت تصبيات دي في 2000 فترة بس هي اللي تتسوى عشان تباعها للشركة الدينية ودهت العمولات تتاخذ من الوراء فبالتالي انت داعتي فيجبه يلتقرب أسعار مثل سنة التصبيات التي باتت من 2018 دهت النفس الأسعار اللي قديها وهتبص لها نفس الوغدة في النهاية حوالي مليون دولار أو 20 مليون دولار دهت الوقت كمان كانت ثلاث مباريات دهتها عندك أربعة هتلعاب التصبيات كالعالم أكثر من ثلاث مباريات طيب أستاذ حسن يعني خلينا نقول كده قبل مختم على طول من هو المرشح القادم أو يعني الأسامي رايحة للمين يعني لا هو في أكثر من مرشح تقدمه لأن في انتخابات الشهر مارس فيه مرشح من جنوب أفريقيا وفيه مرشح من الثلغال وفيه مرشحين من أكثر من دولة تقدموا فيه منافسة على طيب وإحنا ما عندناش حد مرشح يا أستاذ حسن إحنا عندنا المقدس أنا بريد أن مرشح نفسه بس مرشح نفسه على عدوية أو مقعده اللي هو يحتفظ به كعدو في الفيضة وبالتالي بيبعده في الاتحاد الأفريقي إن شاء الله أنا بشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ حسن خلافالة رئيس رابطة النقاد الرياضيين أنا والله كان عندي أخبار كتير كتير ترجمة نانسي قنقر